حضر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله مأدبة العشاء التي أقامها فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة في قصر هوبر بمدينة اسطنبول وذلك تكريما لرؤساء وممثلي الحكومات والدول المشاركين في حفل افتتاح جسر السلطان سليم الأول والذي أقيم تحت رعاية فخامة الرئيس التركية وتبادل جلالة الملك المفدى خلال المأدبة الحديث الولية مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان ورأساء وممثلي الحكومات والدول حول العلاقات الطيبة التي تربط المملكة بدولهم